اطلع من لقاء السوبر الافريقي واروح على مباراة سان جورج الاسيوبل ليه؟ احنا هنا في برنامج الترند الحمد لله عندنا مصادر والناس دايما بتصق فينا ثقة كبيرة جدا بنحافظ على مصادرنا وفيه يعني فيه ثقة ما بيننا وبين المصادر لما بنسأل على معلومة بناخد المعلومة موثقة وبمستندات ليه؟ لان وارد انتوا عارفين في ترتيبات اجراءات المباريات في ترتيبات تحديد موعد المباريات في ترتيبات تحديد الملاعب وارد جدا تحصل حاجات كتيرة ولكن دايما انا واعوزوا بالله من كلمة انا لما حب اشتغل في الجزئات اللي زي دي خاصة في المباريات الافريقية لازم تستند الى موقف رسم احنا من حوالي اسبوع قلنا ان مباراة سان جورج والاهلي الاسيوبي ستقام في القاهرة ولن تقام في قديسة باب ليه؟ لان فيه ناس كتيرة ما كانتش فهم التفاصيل هي مش فكرة ان الاهلي على المستوى الاداري قال لي سان جورج والاهلي على العب في القاهرة فخلاص لا قصة مش كده الاهلي نجح نجح كبير جدا في الجزئية دي ولكن ده بناء على ايه؟ بناء على ان الاتحاد الافريقي لما اصدر قيمة الملاعب في الدور التمهيدي التاني في ملاعب اقيمت عليها مباراة الدور التمهيدي الاول من الصعوبة ان نفس الملاعب دي تلعب مباراة الدور التمهيدي التاني رغم أن ليحة الاستادات اللي تم اعتمادها في شهر سبع عشرين اتنين وعشرين بتسمح أن ماتش الدور التميدي الأول والدور التميدي التاني اللي اتنين في كاتوجري واحد ما ينفعش تغير ملعب ما بين الدور التميدي الأول والدور التميدي التاني تسمح أنك تغير لما تروح لدور المجموعات هنا الكاتوجري بتاع الملعب بيزداد في المواصفات والمعايير ولكن ثقة في المصادر لما قالوا لي وبلغوني في موضوع قيمة الملعب أن أديسة بابا فيها مشكلة في استضافة هذه المباراة خاصة دور الأبطال الإفريقي فسان جورج كان عنده مهلة لتحديد الملعب البديل المهلة انتهت وخلال فترة المهلة الاتحاد الإثيوبي حاول قدر الإمكان أن ياخد موافقة من الاتحاد الإفريقي لإقامة المباراة في أديسة بابا وتم إجراء عدة بعض التفاصيل اللي هي علاقة بالصيانة في ملعب المباراة والاتحاد الإفريقي يعني مبدئية لم يعترض ولكن سان جورج كان اتفق خلاص مع النادي الأهلي وشاف من مصلحته أنه يلعب في ملعب صالح بنسبة كبيرة يلعب مع النادي الأهلي في القاهرة لقاء الزهاب ولقاء القيام وده على فكرة أمر مش جديد أنت لو تبصوا على الفرق المغربية تبصوا على المنتخبات اللي بتلعب في المغرب كل فريق بيحاول يشوف مصلحته فالحمد لله الجهاز الإداري والنادي الأهلي قدر ينجح في الاتفاق مع مسؤولي سان جورج وتم الاتفاق أن لقاء الزهاب هيتلاقي في القاهرة يوم 24-9 فأحنا هنا لما قلنا من أسبوع أن المباراة مش في أديسة بابا في القاهرة كنا متأكدين جدا من المعلومة وبالفعل حصلت بشكل رسمي ودي ثقة دايما ما بيننا وبين جماهيرنا اللي بتتبعنا في كل مكان عشان ما حدش يروح ياخد معلومة بتبقى مغلوطة أو موجهة من أي مكان تاني فبنحاول قدر اللي كان نكتهد عشان نعرفكم التفاصيل السليمة فالمباراة يوم 24-9 على استاد القاهرة الدولي لقاء العودة دي مباراة الأهلي هتتلعب لسه أحد أيام 39 أو 1 أو 2 أكتوبر المطش يوم 24-9 يتلعب يوم الحد لدور التمهيدية ما بتفرقش دور الأبطالة أو كونفيدرالية تتلعب جمعة سبت حد مش هتفرق كتير لما بتروح لدور المجموعات دور الأبطال بيلعب جمعة وسبت الكونفيدرالية بيلعب الحد لكن في الدور ده الأهله يلعب الحد 24-9 طاقم تحكيم المباراة تم اختياره بشكل رسمي طاقم تحكيم لقاء الأهلي أو سان جورج والأهلي هيكون طاقم تحكيم من تشاد هو اللي يدير هذه المباراة الطاقم بقيادة ألفريد آرمي حكم ساحة يساعده عيسى بجولا مساعد أول والصورة هي على الشاشة ده طاقم تحكيم من تشاد هو اللي يدير مباراة سان جورج والأهلي في دوري أبطال إفريقيا في أول مباريات الأهلي في حملة الدفاع عن اللقب الإفريقي لتحقق العام الماضي على حساب الوداد المغربي المساعدة الثانية حافظ موسى حافظ موسى والمساعدة الثانية والحاكم الرابع كابتن عبد الكريم عبد الكريم عثمان ده طاقم تحكيم منتشاد هيدير هذه المباراة حتى الآن هي المباراة طبعا خلاص رسميا في السادة القاهرة ولكن حتى الآن لسه موعد المباراة لم يتم الاتفاق عليه كان فيك لما بدأ الماضي يتلقى من الساعة 8 ولكن يبدو عشان قرار وزارة الرياضة في فكرة إقامة المباراة نهارا ما تبقاش المباراة ليلا فيعني المباراة ممكن يتقدم عادة شوية ممكن تتلاعب 6 ممكن تتلاعب 7 زي حتى منتخبنا الوطن الملاعب مطشي اللي فات مع إثيوبيا الساعة 7 وبكرة مع تونس الساعة 7 فمطشي سان جورج والأهلي غالبا مش هيتلاعب 8 ممكن يتلاعب الساعة 6 إن شاء الله يوم 24-9 فده ملف تاني متعلق بمباراة سان جورج والأهلي في دور أبطال إفريق